كل شيء في النادي الأهلي تم تجاون أنت لعبت الزمالك في مستوى الناشئين اللي فجأة الناس بتهتمي بيها قوي لعبت ثلاث ماتشات كسبت اثنين وخسرت واحد على أرض المنافس الماتش اللي خسرته خسرته اثنين واحد واضعت ضرب الجزاء وسيطرت على الممرأة حجم الحفاوة داخل الزمالك هم حرين فيها حجم الحفاوة والاحتفاء بهذا الفوت وتركيز الضوء عليه غريب جدا ماتش ناشئين كل البرامج على قيم مقدميها بتصديف وبتعمل وبتبروز وصورة وتاني يوم اللي أهلي كسب الزمالك تاني يوم مجرد خبر لم يشرق ليه خبر المباراة اللي على أرض الزمالك تم نقلها المباراة الأخرى تم تجاهلها مش نقلها تم تجاهلها هكذا يعني الأمور ماشى بالطريقة دي على طول واحد في مشهد مرفوض يوقف يتهجم على الجهاز الفني أيا كان رأيه أيا كان الجهاز الفني وطوفيقه من عدم طوفيقه احنا بنتكلم في المادة أنه يوقف يهاجم الجهاز الفني وغسخر منه بهذه الطرقة يبقى بدل ما أنت عمل بتحتفي بالمنافس لما خد موقف تربوي واستبعد لعيبة ودعمته جامد جدا 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 في مجاهد لعيبته لكن مع الأهل بيحصل العكس تماما لعيب ما يسافرش كله فين فلان فين فلان لدرجة جميلة تقولك شمعنا والظلم والعدل والحب والكر فين فين المعيار الواحد تجيب المشجع ده في برامجك في برامجك المهمة جدا الرياضية وتستضيفه وتاخد رأيه بدل ما يبقى فيه استنكار لهذا الموقف لا بيتحاول إلى مشهور وإلى أنه ناس معاه ناس بتختلف معاه وأنه يعني وكاننا صاحب حق استاذ ابراهيم عملية مخيفة عملية مخيفة النهاردة من خلال السرد اللي حضرتك حجيبه حنشوف برضو يعني زواجية المعيير في أمور كثيرة جدا أنا أخشى على المجتمع لأنه بيقولك عملية أنك تغير مجتمع أو تهدم ترابطه بتاخد لها من 15 إلى 20 سنة متحددة كده في البحث العلمي اللي أزاعه من 15 إلى 20 سنة أما يطلع لجيل جديد لا يحترم ما سبق من قيمه تقاليد وسوابط فيبتد هو ده يبقى السائد ولذلك تمسكه بالأهل وقديم الأهل تمسكه بمبادئه وقيمه اللي نجحتنا إحنا ما نجحناش عبر 120 سنة علشان كنا كل عشر سنين بنقول لغة العصر وده ينفع وده ما ينفعك أنا خلصت اللي عندي عشان أديلك فرصة برضو أنك أنا عارف أن أنت حتدعم هذا التصور بقدر الإمكان نحن جدك ينفعه يحن جدك